طيب قيمة الآلي دلوقتي بعد التدعمات والصفقات ورحيل اللاعبين يمكن دي الحاجة الوحيدة اللي كانت واضحة في الفترة اللي فاتت الآلي ضم إمام عشور ضم ريدا سليم رحل عدد كبير جداً من اللاعبة حمد فاتحي محمد شريف رحلة احتراف السعودية رحلة احتراف في قطر فقيمة الآلي حالياً 29 لعب بعد بقى ما تفلطر كل الأسامي اللي كانت موجودة فريق الالفين وواحد طبعاً بعد الغاية المسابقة عندك لعيبة هل ممكن تقايد فريق أول هل لعيبة ممكن هتستغنى عنها في لعيبة معارة ممكن ترجع زي صلاح محسن مقايد حالياً في قيمة الفريق الأول زي ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي في لعيبة ممكن يتم فترة أعارضها الفترة الجاية مدها زي عمار حمدي كريم ندفد رجع في لعيبة معارة ممكن يتمد عقدها الفترة الجاية في لعب مهم زي أكرم توفيه راجع من إصابة وارد يتم تعديل ومد عقده الفترة الجاية عشان يبقى فيه استمرارية وتعويض السنة الغاب عنها مع الأهل بسبب الإصابة كل ده بيتم خلال الأسبوعين ثلاثة اللي فات ولكن حالياً قيمة الآلي تسعة وعشرين لعب يتبقى لعب واحد فقط يتبقى لعب واحد فقط عندك وقت تقدر تأيد لغاية يوم أربعة عشر ترجمة نانسي قنقر